النهاردة فات حباب التراشح لانتخابات اتحاد الكورو لاختيار مجلس جديد رأيي قلته قبل كده وهكرره ومش هبطل اقوله انا قناعتي الشخصية ان اي وجه تولى ادارة الكورو المصرية على مدار العشر اخوان عشر سنة اللي فاته يجب ان يتنحى تماما ونهائيا لان ما تم خلال السنين الماضية كل الناس وكل الشباب تحديدا مأذين منه ومستقيم منه ومنتقدينه ومش طيقينه عندنا شباب جيدين عندنا ناس اكفاء عندنا ناس مؤهلين عندنا ناس متعلمين يصلح ان هم يتبوأوا مقالية قيادة الكورو المصرية ورادة المصرية ولكن غير ممكنين هنفضل ندور في فلك الناس اللي شغلاها بالعلاقات والتربطات والكلام ده كل خلاص يبقى احنا بدا في ملطة ما فيش حاجة هتتغير ونفضل في نفس الانباد فيه بنسبح فيه وما فيش اي حاجة هتتغير واي حاجة هتتحسن وهنبقى من سيء الى اسوء عايزين نغير يعني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ما تستناش ان انت اتدخل الكورومب وتطلع بطيخ هتدخل الكورومب اه هتطلع كورومب برضو ما مش هتدخل نفس الناس اللي انت بتشتكي منها وتشتكي من ممارساتها ومن افعالها على مضرر 25 سنة اللي فاتوا وترجع تقول لي لا اصلحنا هنعمل واصلحنا هنسوي لأ انت هتفضل في نفس اللي انت فيه ونفس افهم ايه المعايير يعني انا عايز افهم معايير اختيار ايه اخترت ابراهيم عبد الجواد عشان يبقى عضو مجلس ادارت الاتحاد المصر كوروات القدم بناء على ايه عشان ايه خضرة ولا عشان هو مؤهل انا اخترت واحد يبقى زي ما كنت بتكلم على اسلام الشاطر من يومين انت اخترته مدير المنتخب ليه بتختاره على اساس ايه انت كعضو ضمعه وتختاره على اساس ايه عشان علاقتك بيه كويسة عشان هو ابن خالت عامة مش عارف مين عشان لما هيخش هيخدمنا فكذا ولا عشان الراجل ده عنده حاجة يوضفها يقولها يعملها فالكورة المصرية تبقى افضل فالمنتج المصري الكوروي يبقى احسن هو ده اللي الواحد بيتمناه هو ده الملايين الشباب في مصر بيتمناه ونفسها تشوفه بيحصل اشتركوا في القناة